ثمن باهظ تدفعه إسرائيل بسبب استمرار القتال في غزة هذا ما أقر به رئيس الوزراء بن يمين تنياهو الذي لا يزال يسر رغم ذلك على المضي قدما في الحرب حتى القضاء على حماس وتحقيق أهداف حملته العسكرية في القطاع فمنذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي خسرت إسرائيل مائة وأربعة وخمسين جنديا وشهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط أعلى حصيلة قتلى في صفوفها بسقوط خمسة عشر جنديا في مناطق متفرقة من القطاع فما سقف الثمن الباهظ الذي تدفعه إسرائيل من أجل تحقيق أهداف رئيس وزرائها في غزة وماذا بشأن الضغوط الداخلية والخارجية عليها للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سمير راغب سيد سمير مرحبا بك معنا الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة عشر جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينهم أيضا أربع وأربعين جريحة كيف نفسر إفساح إسرائيل على هذا العدد الكبير في وقت كانت في السابق تفسح عن قتيل أو اثنين وفي أغلب الحالات خمسة قتلى تعالى حضرتك المرحلة الأولى ربما يكون تم إخفاء خسائر لكن لم تكن عدد الخسائر بالكبيرة فبالتالي كان من الممكن إخفاءها في المرحلة الثانية ما بعد الهدنة الخسائر كبيرة عدد الضحاء كبير وبدأ يتصرب من المستشفيات مثل المستشفى السوراكة مثلا في بئر سابع وبدأ الأسر تسأل على المجندين والزباط فأصبح مجبر أنه يبلغ عن من قتل في ساعة تاريخ الحدثة لكن من أصيب ونقل وقتل متأثر بصبته ربما لا يظهر في وقت لاحق الجانب الفلسطيني كتاب عز الدين القسام والفصال الأخرى في المرحلة الأولى كانوا بيعملوا بنظرية أن لا يواجهوا في المناطق المفتوحة وأن يتركوهم يتوغلوا ويتمركزوا ويوصلوا للمناطق التحصين ومناطق القتل للمخيمات زي الشجاعية حي الشجاعية حي التفاح حي الزيتون مخيم جبلية مخيم الشاطئ وطبعا في الوسط البوريج المغازي النصيرات دير البلح فلما فتح الجبهات بقى معدل القتل بدل ما كان واحد ونص في اليوم مثلا المرحلة الأولى بقى في كل محور فيه اتنين تلاتة فلما تجمع المحاور تجيب معاك خمستاشر تجيب معاك ستاشر تجيب عدد كبير لأن المحاور بقت كبيرة مفتوحة مش محور واحد طيب لكن في المقابل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث على أنهم قتلوا ثمانية ألاف مقاتل فلسطيني من الفصائل الفلسطينية ألا يعد هذا رقما كبيرا بما يقارب ربع عدد المقاتلين لدى حماس رقم كبير ولا توجد أي أدلة أنا أقول حضرتك أنا بمعلوماتي من المصادر العلنية وممكن لو فيه فرصة أعدلك وقولك بالاسم الردبة والاسم والبلد اللي هو منها وقتل إنت وقتل إزاي في العدد اللي هو معلن بشكل رسمي اللي هو يعني 158 في الحدود دي 154 طب السبع تلاف دول مفهومش قيادة كبيرة يعلنها الجانب الإسرائيلي الأبو عبايدة معظم الملابسات بيجيب لحظة القنص لحظة التفجير لحظة الاستهداف المدرع بالياسين أو بالتندة ما شفناش فيديو فيه طرف مقاوم يعني الطرف فلسطيني شفنا فيديوهات بيضربوا في الحيطة في مدرسة شفنا فيديوهات داخل أنفاق فارغة يعني هو رحل نفاق فارغ في معبر إيرز طب ما هناك يعني في عين الجانب الآخر والرد عليه من القسمين قالوا لقد أتاتهم متأخرين لأنه يعني اللي يتعامل عشانه هذا النفاق تم بالفعل استخدامه يعني في 7 أكتوبر لا حتى وسائل الإعلام الإسرائيلي اليوم عميد سامير تتحدث على أن هذا النفاق تحديدا الذي صوره الجيش الإسرائيلي على أنه إنجاز هذه المعلومات لدى الجيش الإسرائيلي منذ أربع سنوات يعني هذا معروف هذا النفاق هذا ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلي بالفعل بالفعل وتم الكشف عنه بعد 50 يوم مثلا من العملات البرية يعني كان والمنطقة دي القوات موجودة فوق النفاق حتى في مناطق سيطرته في الفضاء في خط بيت لاها بيت حنون وبيت حنون جحر الديك يعني والشاطئ مناطق خالية يعني فيها نفايات أو مناطق زراعية لم يستطيع الوصول إلى نفاق يستحق وذهب للمستشفيات ولم يجد شيء وطلع يعني أنفاق صغيرة ربما أو ليس نفاق أصلا فبالتالي الأدلة المادية والمعنوية غائبة اللي ممكن تقنع حد أن هناك 7000 من القتلى أو من الشهداء ولم عرض مدنيين كأسرة كان خير دليل أنه يلجأ للخداع لموضوع يعني لا توجد مصداقية عميد سمير طيب دعني أسألك فيما يتعلق بتصريحات نتنياهو الذي يقر بأن الجيش الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا لكن في المقابل يقول نحن مستمرين في هذه العملية حتى نحقق أهدافنا من خلال خبرتك وانطلاقا من سير المعارك التي نراها على أرض الواقع هل تستطيع إسرائيل بلوغ هذه الأهداف؟ لا تستطيع يعني القضاء على حماس وما فيش فصيل مقاوم بيتم القضاء عليه في عملية صغيرة أو يتم القضاء عليه بالقوة ولو فيه تنظيم يحمل أيدولوجية وله بعض الزهير الشعبي يعني مش بقول كل الناس في غزة بتشجعوا لكن له زهير شعبي وله زهير شعبي خارج غزة أيضا أنه يتم القضاء عليه ولا يمكن تحرير رهان بالقوة في مثل هكذا الصراع وكل المحاولات بيت بالفشل سواء قتل أسير أو قتل ثلاثة يفرون من الأسر بين إيران صديقة وكانوا عسكريين وأخيرا خمسة من كبار السن تم قطع الاتصال بهم وفي الأغلب يعني لقوا نحبهم فبالتالي مش هيتحقق موضوع التهديدات التهديدات لن تتوقف لازالت طلقات الهاون تخرج السوريخ البلستية تخرج تصل غلاف غزة تصل إلى تل أبيب وما وراء تل أبيب فالقوة لن تجد نفعا والتكلفة السياسية كبيرة لكن خطاب ناتنياهو بيحمل الاتنين في الهدنة الأولى قال أننا لن نذهب لهدنة ولا ندخل الإمدادات دخلت وذهبنا لهدنة الهدنة قادمة الحقيقة لكن أعتقد في الفترة المطبقية من بداية السنة أو الأسبوع الأول من العام بيحاول أن هم يوصلوا لنتيجة خليط ما بين إنجاز عسكري وتحاور سياسي يعني يحاول يوصل أحد قيادات حماس يحاول يوصل لأنفق فيها أسرة ده سورة النصر هو الهاجس الآن لكن هم متأكدين تماما أن التكلفة عالية وأن الأهداف لن تتحقق بالقوة وإلا تحتاج صراع طويل لعقود ربما ومنذ أسابيع تستمر اشتباكات ظارية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في شمال القطاع في جبالية وجبالية البلد على حد ورود المعلومات يعني ألا يفترض أن الدمار الكبير الذي خلفته إسرائيل في شمال قطاع غزة ألا يفترض أنه قضى على قدرات حماس في هذه المنطقة الدمار استهدف مدنيين ورقم عالي لكن لما نفصل الملف ده هو يخدم المدافع ليه؟ لأنه أولا صعب على المضرع الاقتحام والمطاردة لأن ما بقتش تسلح للدبابات وحملات الجند المضرع ودي كارثة كبيرة لحد بيخطط كان المفروض ما يعملش هذا وأصبح الركام بديل للأنفاق يعني التواجد داخل الهدد وشوفنا كتير من سوريخ المسافة سفر تخرج من وسط الركام من وسط الهدد فده خطأ كبير وخاصة أن مهما حدث هدد أصحاب البلد أدرى بيها يعني مش هتتغير ملامح الطرق بالنسبة له رغم الهدد لكن اللي داخل ودي مش أرضه داخل بخرايط وداخل بجي بي اس اتغيرت كل بياناته فأصبح وقوحهم في الكماء الأسهل ومش مدربين على هذا النوع يعني حرب المدن قصة وحرب المدن بهذه الكيفية قصة أخرى القسميين استغلوا المرحلة الأولى والتانية في التعرف على نقاط الضعف في تطعيم المعركة للجيل الجديد من القسميين الذين لم يأخذوا معارك فبالتالي نموصر مرحلة تانية كانوا جاهزين وتزمن مع ذلك رغبة الجانب الإسرائيلي في الدخول والمخيمات اللي فيها الكتاب المهمة كتبت الشجاعية جباليا مخيم جباليا جباليا البلد ده اللي خلى بدل ما يخرج في الفضاء المقسامي فيكون عرضة للضرب الجوي المدفعي السواريخ الزكية والغبية هو جعله يأتي لمكان لا يصلح في الإسناد لأنه لا إسناد في قتال متلاحم يعني القتال متلاحم ما بيكونش في إسناد ولا جوي ولا أرضي ولا إسناد قريب ولا إسناد بعيد بالتالي تحرم من الميزة اللي كانت موجودة في المرحلة الأولى اللي كانت كلها فيها إسناد شكرا جزيلا لك العميد سمير الراغب الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة وفراً من المشاهدة